توجيهات جديدة من المرجعية العليا في النجف الأشرف فيما يخص مكافحة آفت المخدرات على اعتبارها من الجرائم التي تهدد النسيج المجتمعي وزارة الداخلية عدت هذه التوجيهات بمثابة دعم وإسناد إليها لتصعيد وتيرة عملياتها اتجاه التجاري ومروجي هذه السموم القاتلة إضافة إلى كونها حملة توعوية تعرف بالمخاطر الناجمة عن المخدرات لطالما وقفت المرجعية الرشيدة مع كافة قضايا الشعب العراقي لا سيما قضية خطر المخدرات اليوم التي باتت الخطر الأول الذي يهدد المجتمع العراقي لذلك التوجيهات بتحريم التعامل ومقاطعة المروجين والنأي للشباب بأنفسهم عن أصدقاء السوء وزارة الداخلية تعمل في جانبين جانب مكافحة العرض وجانب مكافحة الطلب جهد محلي وآخر دولي قادته وزارة الداخلية في تقويض المخدرات هذا الجهد أفضى إلى إصدار العديد من الأحكام القضائية المتنوعة وتفكيك شبكات دولية مارست الاتجارة بالمخدرات أفضل دعم معنى ويقدم لوزارة الداخلية هو هذا الدعم توجيهات المرجعية الدينية العليا وفرت الآلاف من حملات التوعية أما عمل وزارة الداخلية بهذا الملف قطعة شرط استثنائي وزارة الداخلية من حيث تفكيك شبكات وتجار المخدرات يعني لأول مرة نصل في وزارة الداخلية إلى صدور 140 حكم إعدام بحق تاجر مخدرات أكثر من 500 حكم بالسجن المؤبد ضبط الآلاف من الكيلوغرامات من المخدرات يعني ما يقارب الأربعة طن تقريبا في حيازة وزارة الداخلية خلال العام ونصف الماضي وسعى العراق في حربه المعلنة على المخدرات إلى إدخال وسائل وتقنيات تكنولوجية أكثر تطورا لكونها من الجرائم العابرة للحدود أثير عادل العراقية الإخبارية بغداد ترجمة نانسي قنقر